وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اخترقها وقال الرئيس السيسي أن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطت المائة مليار جنيها أنا لا أبالغ أنا لا أبالغ لو قلتلكم أن إحنا عشان نخلي الحي الحكومي مش كده يا دكتور مصطفى الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء بأن إحنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للخمسين ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة أنا مش هكون مبالغ لو قلت إن الرقم وطبعا المراكز الأخرى مش كده أنتوا تكلموا في مئة مليار جنيه أنا لا أبالغ بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده عشان كده قلتلك الرقم كام ليه بقول كده عشان نقول إن الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة وأداءها من دولة كانت بتشتغل ورقي إلى إن هي تتكلم رقمي رقمي ثم بنتكلم على إن إحنا دي وإحنا شغالين دلوقتي بنعمل زكاة إصطناعية حتى يتم إن يبقى فيه جزء من العمل اللي بيتم بالزكاة الإصطناعية صح كده؟ صح كده كم 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 وكلفنه كم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة